إذن استمع لي الآن الزميل غيث مناف مراسلنا من كيف إذن غيث كنت أسألك وأقول أن وزير الخارجية الأوكرانية يقول أنه يطالب حلفاء بلاده إلى رفع القيود المفروضة على أوكرانيا من أجل الرد على الهجمات الروسية من أجل ضرب العمق الروسي هل تحتاج أوكرانيا إلى موافقة غربية من أجل ردها على روسيا؟ بعد التحية همم بالفعل هكذا ما جاء من قبل وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في لقائه مع الدبلوماسي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي فورس جونز هيتؤكدوا من خلالهم بأن القوات الأوكرانية تحتاجوا بالفعل إلى ضرب الأهداف العسكرية الروسية في داخل العمق الروسي وهذه التبليغات التي قدمها وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في ظل استخدام أوكرانيا للصواريخ الغربية ولكن أوكرانيا هي ليست بحاجة إلى أغذي المشورة في استخدام صواريخها الباليستية التي تحدث من خلاله الرئيس الأوكراني عن تجربة ناجحة لهذا الصاروخ والذي مداه يصل إلى 700 كيلومترا وسوف يتم استخدامه في داخل العمق الروسي وبالتحديث في العاصمة الروسية موسكو في قابل الأيام القادمة هكذا ما أشير من قبل مستشار الرئيس الأوكراني يوم أمس في حاطته الأعلامية في أحدى القنوات الأوكرانية الرئيس الأوكراني أكد بأن دعم الغرب والأسلحة الغربية من أهمها صواريخ أتكامز الأمريكية سوف تتيح لاستهداف أكثر من 263 موقعا عسكريا روسيا على مسافة تتجاوز 180 إلى 200 كيلومترا وهذا الشيء الذي تحتاجه أوكرانيا في ظل توفر هذه الصواريخ وعدم استخدامها في العماق الروسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل الشركاء الغربية لا سيما بأن فنلندا وبريطانيا وألمانيا ومعظم الدول الغربية أكدت دعمها الكامل وحقية أوكرانيا على استخدام أسلحتها الغربية داخل العماق الروسية إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تحفظات أولها تقول بأن المسيرات الأوكرانية هي أكثر فعالية من الصواريخ الأمريكية في حالة استخدمت داخل الأراضي الروسية أو في داخل العماق الروسية ولكن أوكرانيا هي تصارع اليوم دبلوماسيا من أجل استخدام تلك الأسلحة وربما سوف يتم الموافق عليها في قابل الأيام القادمة وهذا شيء الذي اعتدناه عندما تطالب أوكرانيا بمزيد من التنازلات الغربية وثم تحصل عليها في الآونة الأخيرة وبعدها تقوم أوكرانيا بشن ضهبات وهجمات وهذا شيء الذي يخشاه الداخل الأمريكي أولا والداخل الأوكراني كونه سوف يولد حربا عالمية ثالثة لا تريدها أوكرانيا ولا تريدها الغرب شكرا جزيلا غيث ملاف مراسل قادر الأخبارية من العاصمة الأوكرانية كيب